بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مشاهدين الأعزاء ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم طلاب الجامعات والعد التنازلي في الابتداء لنرحب ضيفين البرنامج ابتداء بجناب الدكتور هذه العرضية أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا الله يسهلكم وكذلك لنرحب بجناب الدكتور أحمد الأنصاري أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا مرحبا الله يسهلكم كما تعلمون اليوم كالحلقات السابقة اليوم لنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية والحساسية وهو المناهج الموجودة في الجامعات العراقية نعرف أنه مركز وإشعاع العلم والمعرفة في كل المجتمعات هي الجامعات والجامعات تبتني وتستمت قوتها من قوة المناهج والمعارف التي تدرس في تلك المؤسسات اليوم لنتكلم عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي دكتور هادي حسب خبرتك الجامعية كيف تقيم المناهج التي تدرس في الجامعات العراقية شكرا لك دكتور تحية لك ولي زميلي لأخ دكتور أحمد وجميع السادة المشاهدين وفريق العمل الحقيقة حتى ينتفع السادة المشاهدين بهذا المصطلح المناهج الدراسية أو المناهج أو كلمة المناهج لا بد من توضيح بسيط في الحقيقة المنهج المقصود به هو الطريقة التي ممكن أن يتخذها الإنسان أو المؤسسة بشكل عام للوصول إلى نتيجة ما وفي الجامعات هي الأمور أو الطريقة التي تتخذها الكلية أو الجامعة أو القسم للوصول من خلال توظيف مجموعة من المفردات مجموعة من المناهج للوصول إلى طريق النجاح أو إلى الطريق المقصود وبالتالي نحن الآن لدينا مناهج حقيقة في الجامعات العراقية هي مناهج تسير على وفق رؤية وزارية مستمدة من لجان موظفة من قبل الوزارة وهذه اللجان تعمل عملها السنوي في الحوار مع الجامعات ومع الكليات ومع الأقسام في إضافة أو حذف أو استحداث كثير من المفردات فهذه حقيقة هذه الأمور موجودة عندنا في الجامعات العراقية وهناك متابعة حقيقة كبيرة لهذا الموضوع ويترك للأستاذ الحرية في نسبة معينة في التغيير للمفردات أو لإضافة بعض المفردات وأيضا للجامعات فيمكن التواصل بين الجامعة وبين الوزارة وبين القسم العلمي بخصوص هذه القضية فقد يكون هناك لدينا بعض الملاحظات العامة لهذه المناهج هذه الملاحظات حقيقة لا تقلل من قيمة هذه المناهج في الجامعات العراقية حقيقة نحن تحدثنا كثير من الأمور في الحلقات السابقة عن قضايا تخص الجامعات وكان هناك نقاش كبير في كثير من الأمور التي شخصناها التي قد تكون هي تحتاج إلى كثير من التدخل من الجامعة وأصحاب القرار إلا أن المناهج حقيقة لا تسجل عليها ملاحظات كثيرة المناهج الدراسية التي توجد في الجامعات إلا بعض الأشياء حقيقة منها ضعف أو قلة الاستحداث وصعوبة الإجراءات في قضية الاستحداث وفي قضية التحديث يعني ليست بالأمر اليسير أن تغير منهج أو مفردة معينة أو مادة معينة في الدراسات العليا أو في الدراسات الأولية تحتاج إلى وقت كبير حتى يناقش هذا الأمر أحسن دكتور دكتور أحمد نحن اليوم نعرف طلاب الجامعات على تواصل دائم مع مواقع التواصل الاجتماعية مع المواقع المختلفة بسبب انفتاح الإنترنت ووفرة المصادر صحيح هي وفرة المصادر ولكن نعلم أنه القليل من من يتابع هذه المصادر ولكن لنتكلم عن هذه الضقلة عندما يتابعون المصادر الحديثة وما وصل إليه العالم في المناهج الدراسية والنظريات المعرفية وهو يرى بعض هذه المناهج التي تدرس في الجامعة العراقية هي قديمة ولا ترتقي لأن تكون عالمية من صحة تعبير كيف ترى هذا التأثير على أداء الطالب في القاعات الدراسية على تعامله مع الأستاذ على تعامله مع نفس المنهج واقعا بالبداية أرحب بحضرتك وبزميلي دكتور هادي وبالأخوة المشاهدين واقعا مثل ما تفضل زميلي دكتور هادي في التعليم العالي في الجامعات بشكل عام المناهج تعتمد على الأستاذ أكثر ما تعتمد على الكتاب يعني ربما بالتربية يعني في مراحل الدراسة اللي هي من خصاص وزارة التربية من الابتدائية إلى الثانوية يكون هناك دائما كتاب منهجي ويكون المدرس المعني بالمادة يعني معني بتدريس الكتاب لكن المعروف عن الجامعات وإن كان صار أكوست بعض التغييرات في الجامعات العراقية في فترة معينة لكن المعروف عن الجامعات بالعالم أنه المادة تعتمد على الأستاذ أكثر من اعتماتها على الكتاب الأستاذ ما يكون متخصص هو الكتاب وهو مجموعة الكتب هو موسوعة الكتب فهو اللي يقدم المادة للطالب وهو يقدم المصادر للطالب اللي يقدر يرجع لها حتى يقدر يراجع المادة ويطالحها فالمشكلة إذن أفهم كنامة دكتور أنه حسب تجربتك في دراسك في أمريكا كان للأستاذ الحرية التامة في اختيار المنهج؟ حتى بالعراق كان يعني أنا في فترة الدراسة ممكن دكتور يذكر إحنا لغاية التسعينات كانت المادة تعتمد على الأستاذ وماكو شيء اسمه منهج أو امتحان مركزي أو شيء من هالنوع هاي الفترة صارت يعني في في النصف الثاني من عقد التسعينات توجهت الدولة توجه معين فترة الحصار فترة كان أكو يعني محاولة إلى عزل المجتمع العراقي عن تأثيرات الخارجية لأن أكو كان تأثيرات تجي من الخارج في محاولة أنه تحرك الجمهور العراقي ضد الدولة بأشياء معينة فصار يعني نوعا ما تحديد للمناهج وصار تقييد للأستاذ بمواد معينة وصار حتى الامتحان المركزي بالجامعات ما كان في شيء اسمه امتحان مركزي أو منهج عام أو امتحان وزاري فصارتها وربما بقاياها لا زالت موجودة لحد الآن بعضها زالت بعضها باقية بس أنا أعتقد يعني من وجهة نظري القاصرة أنه بالتعليم العالي الموضوع يعتمد على الأستاذ أكثر من المنهج هو الأستاذ ممكن يضع المنهج بس نرجع إلى إذا إذا كان أنه الأستاذ هو فعلا متخصص بالمادة وهو يعني قادر على أنه يضطي المادة حقها اليوم أكو قضية أيضا نحتاج النوه لها أنه أكو هواية تهاون بقضية التخصص على مستوى التربية يعني أبنائنا جاي يشوفون هذه الحالة وإحنا هم شفناها فترة دراستنا تلقى عادة أن مثلا أكو مادة علم الإجتماع بالإعدادية نادر أن ما تلقى أستاذ علم الإجتماع يدرسها تلقى مثلا دعما أو بالجغرافيا لو بالتاريخ يدرس مادة علم الإجتماع أو الفنية مثلا أنا أتذكر الأستاذ اللي كان بالإعدادية يدرس يجينا بالفنية هو أستاذ أبو الرياضيات يعني هو ذا اختصاص الرياضيات شون يدرس فنين فهاي الأشياء هذه الأشياء يعني موجودة ولا زالت موجودة وربكن صارت أكثر يعني وصلت سبحان الله حتى اللي جاء مع الدكتور أنه الآن كثير من الاختصاصات حتى مثلا قد ما يكون وفرة بالأساتذة تلقى مثلا أستاذ من الأساتذة هو اختصاصة مثلا على سبيل المثال خلقوه تاريخ حديث بس هاي المادة مثلا بالتاريخ الإسلامي هو متعود عليها ومستسهلها ومحاضراتها جاهزة عنده فمتلب بيها ما عندنا مثلا ما كان عندنا واحد تاريخ إسلامي يسا صار عندنا خلينا نطيل المادة يقول لك لا هاي المادة ما لتي فهاي قضية نحتاج أنه نقف عندها يعني على مستوى الجامعات يعني على مستوى الأقسام العلمية أنه تركيز على الاختصاص لأنه الأستاذ المختص هو اللي يقدر يؤدي المادة ويقدمها للطالب بالصورة اللي يحتاجها الطالب لأننا اليوم بالجامعات مهمتنا أنه نصنع المعرفة شوفوا الأستاذ الجامعي صانع للمعرفة وناقل لها يعني الأستاذ مو بس ينقل كتاب ويأخذ المادة من الكتاب وينطيها للطالب هو يصنع المادة يصنع المعلومة وينسق بين فصول المادة ومفردات المنهج ويقدمها للطالب بطريقة تعرف سألتنا عن تجربة دراسية في البيانات المتحدة كان أكو دائما هم نظام المقرارات فأكو دائما تنسيق بين المقرارات التي تقدم في كل فصل بحيث أكو تناغم يعني بين مادة ومادة بحيث إذا الطالب يأخذ هاي المادة ويأخذ هاي المادة ويأخذ هاي المادة يصير أكو نوع من التكامل بين المواد مو نوع من التعارض ما يأخذ مواد بنفس الكورس هي يعني كل واحدة من عندها بجانب من جوانب الأختصاص بحيث يظل الطالب يروح يمينا وشمانا لا أكو نوع من التكامل بحيث يعني يطلع من هاي المادة يدخل محارثة يشعر أنه أكو ربط فيستفيد الطالب من هذا التناغم كذلك أكو خطة أحيانا مثلا هذا الكورس نأخذ بداياته مثلا أخذنا The History of Anthropological Theory وين بالكورس هذا بالكورس البعض أخذنا النظريات الحديثة بالانثربولوجيا أخذنا القديمة بعدين أخذنا الحديثة مو العكس مو تجي تأخذ الحديثة بعدين تأخذ فأكو تنسيق دائما يصير بنظام بالكورسات بالكورس الأول كذا بالكورس الثاني كذا بهذا الكورس تأخذ مجموعة مواد أكو بيناتها تنسيق وتناغم اليوم نحتاج بالتعليم العالي إلى مثل هذه الآليات المشكلة لازال التفكير في هذه الأشياء فسؤالك هو فعلا كان عن المناهج وتأثيرها لكن أنا أضم أتفق ويا دكتور هذا المشكلة ليست المناهج مشكلة كبيرة لكن المشكلة الأهم أنه في بعض الآليات التي جاء نستخدمها وفي غياب التخصص يعني أيضا النقطة أخرى ربما أضيفها إذا تسمح لي وإذا يسمح الوقت قضية قرارات الوزارة التي أحيانا يصير بها تضارب مرة تأتي الوزارة تقول نظام سنوي مرة يأتي وزير آخر قال والله أريد أن نسوي نظام القرارات مرة يأتي وزير بعده قال نريد النظام فصلي وإحنا في الجامعات اليوم في دوامة الآراء المتعددة نحتاج إلى نوع من الثبات في عملية التدريسات حتى على ضوءها نبني المنهج ونبني المادة ونقدر نقدم المعرفة التي يحتاجها الطالب حتى يتأهل كخريج ينتفع به المشكلة نعم دكتور هادي مثل ما تفضل دكتور أحمد بالنسبة للوزارة وقرارات الوزارة نحن نشوف في بعض الأحيان مثل ما صار في قضية المظاهرات وبعد وباء كورونا كانت هناك قرارات متسرعة جدا بين ليلة وضحاها الكثير من القرارات صددت من الوزارة في قضية الدوام في قضية إعطاء الدرجات بشكل عشوائي حرفيا إلى الطلاب حتى وصل إلى أن الوزارة أعطت 25 درجة كحد أدنى للطلاب في قضية بالامتحانات النهائية بينما نرى في بعض القرارات ثابتة جدا ولمدة 30 سنة تقريبا وهو ما يخص قضية المناهج دكتور هادي في أقسام اللغة الإنجليزية عدنا بعض المناهج تخيل أنه دراسات اللغة الإنجليزية اللي مفروض هي أحدث شيء وأكثر المناهج تطورا وحداثة بين المناهج العراقية نرى أنه لازلنا ندرس بعض الكتب التي كتبت وألفت وطبعت في الستينايات القرن الماضي تخيل نحن في 2021 ولازلنا ندرس كتب في الستينات لماذا لا تعطي الوزارة الصلاحية للأستاذ نفسه بأن يختار المنهج بأن يختار المعلومة التي يريد يدرسها الكتاب التي يريد يدرسها لماذا هذا التزمد في الرأي إلا لجنة من الوزارة هي التي يتحدد لماذا دكتور هادي ليست لديه الصلاحية لماذا ليس لديكتور أحمد هذه الصلاحية في تحديل المناهج لماذا هذه الدكتاتورية في فرض المنهج على الأستاذ وتعرف حتى في الدراسات الإنسانية دكتوريس احنا عرفنا بالدراسات التطبيقية أكو تحديث المناهج والمعلومات والنظريات حتى بالدراسات الإنسانية مثل ما تعرف مثلا في تحليل قصيدة فلانية لدينا الكثير من المدارس النقدية استحدثت في آخر عشر سنوات لماذا ليس للدكتور هذه الصلاحية في إدخال هذا المنهج والنظرية في تدريس المادة؟ شكرا لك انصافا لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية أن الظروف التي مرت على المجتمع العراقي وعلى العالم بشكل كامل هي ظروف صعبة جدا وأكيد كانت الأشياء التي مرت بالوزارة ليست بالأمر الهين كانت هي أما أن توقف التعليم أو توقف التربية وأما أن تسير فحقيقة لا تلام الوزارة في كثير من الأشياء التي قامت بها وهي تشارك الجامعات العالمية قامتها انصافا قامت بهذه الخطوات التعليم الألكتروني ولكن قد تكون هنا وهناك في مثلا في منح الدرجة في غيرها قد يكون هنا لكن أنه الوزارة ووزارة التعليم العالي والتربية الأشياء التي قامت بها هي أشياء كان لابد منها حتى تستمر العملية الدراسية والتوقف لأنه الآن البيوت توقفت يعني البيوت لم يستطع أحد أن يخرج من البيت كيف تكون التربية وكيف تكون التعليم أما بخصوص الشقة الثانية من السؤال حقيقة نحن نقول إذا مكننا الأستاذ في أن يختار المنهج والمفردات في التدريس الآن هل يمكن للأستاذ يعني الآن عندما نعطي للحرية لا نعطي للحرية مثلا الدكتور أحمد ودكتور هادي والبقية نحجب عنهم الحريات يعني عندما تفتح الحرية لكل تدريسي أن يختار المنهج ويختار المفردات اللي يرغب فيها أو اللي يراها صحيحة سيفتح المجال للجميع والحق أن الخبرة والممارسة وطريقة الأداء لن تكون متساوية ويكون الضحية الحقيقة الطالب يعني الأستاذ يشتهد في أن يختار منهج معين وقد يكون هذا المنهج غير مناسب أو يختار مفردات لن تكون بالنتيجة هي النهاية المرجوة للمنهج الذي يضعه الأستاذ أو الذي تضعه الوزارة أو الذي تريده الوزارة وبالتالي أن تفتح الباب لكل تدريسي أن يضع ويختار منهج ويختار مفردات حقيقة بما فيها من إيجابيات للأساتذة المتمرسين القادرين على قيادة هذه المناهج تكون هناك سلبيات كثيرة للأساتذة الذين لا زالوا تحت المراس والتجربة خصوصا للقاب العلمية البداية وبالتالي أنا أرى بأنه لا هذا ولا ذاك وهذا ما تتبعه الوزارة أنه تترك الحرية للأستاذ أن يختارخ مستعش بالمية حسب خبرته وأن يقترح أن كان لديه طبعا رؤية في إضافة مفردة أو إضافة مادة أو الاستغناء عن مادة طبعا الوزارة كما ذكرت قبل قليل أنها ليست دفاعا عن الوزارة ولكن هي الآن تفتح الباب لكل الأساتذة الذين يقترحون مواد أو مفردات جديدة أو حذف مواد جديدة وهناك لجنة موجودة في الوزارة لمناقشة هذا الشيء ولكن مع هذا أقول أن أتمنى أن يكون الأمر أفضل من ذلك كيف؟ الآن ما هي المعايير التي على أساسها تضع الوزارة هذه اللجنة؟ أتمنى أن تكون اللجان لا هي قديمة يعني الأساتذة الذين يحفظون المفردات أو المناهج القديمة ولا هي بالحديثة بشكل كامل لأن الأستاذ عندما تضعه ضمن الفكر والمنهج القديم سوف عندما يضع لك منهاجا جديدا هو لا يضع منهاج جديد هو الجديد سيكون فقط في تغيير السنة وأنما سيختار المفردات التي تعلمها وسار عليها وأيضا لو عملنا إلى الجديد ألأ الأستاذ الجديد أيضا سيأتي بكل أشياء جديدة وقد يحجب كثير من المفردات التي ممكن أن تكون مهمة للطالب فإذن هي عملية لا بد أن تكون في اللجان الوزارية خصوصا بما يخص المناهج أن تكون هناك عملية دمج وتلاقح أفكار بين القديم وبين الجديد لأن إذا وضعت كل من في اللجنة هم من أصحاب الفكر أو المناهج القديمة أو الأساتذة الكبار في المناهج القديمة وهو لا يعني المشكلة الآن حقيقة أقولها بأنا ألمس ذلك أن كثير من الأساتذة الكبار يعني لا يقبل التجديد يعني تقول له يا أستاذ هناك مشكلة الآن أنت عندما تقول هذه المفردة هذه المفردة تحولت إلى هذا الشيء لم يعود كذلك ولا يقبل منك هذا الإنموذج تأتي به إلى المناهج كيف يحدث لك مناهج لا يحدث مناهج إذن علينا الآن أن نزاوج أن نجعل كثة متساوية بين القديم والحديث ويضع لنا منهجا مناسبا لتطورات الحداثوية التي تحصل الآن في المجتمع وبين ما يحصل في الجامعات الأخرى وبين ما هو أساس قديم أساس يعني لا نستطيع أن نختار القديم ونترك الحديث أو الحديث ونترك القديم وبالتالي إذا أنت الآن شرعت دكتور أحمد يكتب مخترح للوزارة بما رآه من مشاهدات من خلال خروجه للخارج ويجد أن مثلا نطلع على مفردة أنها تحتاج أو مادة تحتاج إلى شيء من التحديث فيذهب الكتاب من الكلية إلى الجامعة والجامعة ترفع به إلى الوزارة الوزارة يوجد فيها دكتور هادي الذي لديه أربعين سنة أو ثلاثين سنة خدمة وهو لا يقبل بهذه الأشياء يراها غريبة عليه فلا يوافق على ذلك وبالتالي بقية الأمور هكذا فلو كان هناك مثلا قضية مزاوجة بين القديم والجديد ستعرض على هذه اللجنة ويجد مثلا دكتور أحمد ومثلا في يكون في اللجنة يرى أن هذا الموضوع فعلا يستحق الدراسة ويستحق التعديل ومن ثم يبعث بالموافقة مع تعديلات مثلا أشياء معينة هكذا لا بد أن تكون الأمور لا تترك للتدريس يختار هو المنهج ولا تترك للوزارة أن تختار الأساتذة كيفما اتفق ولا تترك للجامعة أيضا أنه تختار أيضا كما اتفق وأنما هي عملية تكاملية مزاوجة بين الأستاذ يقترح حسب رؤيته وحسب خبرته ومارسته ويذهب بها إلى الجامعة والجامعة للوزارة والوزارة تضع أصحاب الاختصاص بعملية المزاوجة أحسنت شكرا جزيلا لك حياتكم الله مشاهدين الأعزاء ابقوا معنا سنعود معكم بعد فاصل قصير إذ قال ربك للملائكة ازجدوا خضعوا لأمر الله لم يترددوا قبل الوجود وقبل آدم أن يكون بريق نورك في السماء يتوقدوا لما رأوك بصلبه سجدوا فأنت بكل ما يعني الوجود محمد بكل ما يعني الوجود محمد حياكم الله مشاهدين الأعزاء أهلا بكم مرة أخرى دكتور أحمد مثل ما تفضل الدكتور هادي بأن موضوع عدم إعطاء الصلاحية لبعض التدريسين بسبب عدم خبرتهم في تحديث المناهج في اقتراح بعض المناهج للطلاب إذن لماذا تعضونهم نواصي أربعين خمسين طالب مئة طالب عقولهم وأرواحهم لهؤلاء التدريسين عندما لا تكون الثقة موجودة عند هؤلاء التدريسين طبعا هذا الإشكال وارد على الوزارة عندما تعين بعض التدريسين فإذن يجب أن يكونوا أصحاب مسؤولية وأصحاب ثقة وأهل الثقة لإعطائهم وتفويضهم هذا الموضوع فكيف ترى هذا الموضوع دكتور أحمد طبعا من الطبيعي يعني بالجامعات بشكل عام يعني بكل العالم هناك يعني تدرج بالخبرة نعم فيعني ما ممكن نجيب يعني الأستاذ الكبير القديم يعني ونعينه من أول يوم هو لازم يتعين شاب وبعدين يتدرج فهي مسألة طبيعية لكن مستوى الصلاحيات ومستوى يعني المسؤولية اللي يتحملها هذه تقف على القسم العلمي وعلى خصوصا اللجان العلمي الموجودة بالأقسام فاليوم مثلا احنا طال الأستاذ عندما يكلف طبعا شوف تجربتي اللي شفتها بره الأستاذ يعني يصير اتفاق قبل الكورس قبل كورسين يعني مو يعني بداية السنة نحن نقعد بداية السنة نقعد نسوي اجتماع نوزع المواد استاذ فلان عليك المادة الفلانية هو بدل عام الدراسي يعني أنا لازم خلال أسبوع أسوي مادة هو مو الشكل يشتغلون بالجامعات بصراحة قبل قبل هذا كورس كورسين قبل سنة السنة القادمة خلنا نتفق على المواد منه راح يدرسها فمثلا دكتور هادي يقول أنا أريد أدرس مثلا مادة الأدب الجاهدي أوكي دكتور هادي أولا هي اختصاصك إذا اختصاصك هاي أول نقطة إيجابية باتجاه أنه أنت متخصص بالأدب الجاهدي هاي المادة ماتك ثانيا الدكتور هادي ريد تعدن مقترح مفردات مادة متكاملة وتطلع عليها اللجنة العلمية بالقسم إذا اللجنة العلمية شافت المفردات أو شافت المصادر يعني تغني المادة وتنفعها الطالب تسوي بروف تطيق أوكي يبلش الأستاذ بالمادة بالعام القادم أو بالكورس القادم اللي داي يصير عندنا مثل ما قلت لك أولا توزيع المواد يصير بداية السنة يعني خلال أسبوع لازم يباشر الأستاذ يصير توزيع يعني مجرد أنه الأستاذ الفلاني العام كان يدرس المادة ومتعود عليها ومحاضراتها يمه ومستسهل القضية والله هاي المادة ما التي أنا أريدها أخذها اختصاصة مختصاصة موضوع مفرداتك وين هي اللجنة العلمية شافتها ما شافتها قررتها ما قررتها ما كوتش فهنانا الدكتور أشر على هاي الحالة لأنه فعلا هو ربما حكم خبرته كريس قسم معانب من هاي الأشياء لكن هي هاي مو القاعدة القاعدة اللي يفترض أنه هو الأستاذ يكون جزء من مسؤوليته وجزء من أمكانيته حتى يبرز الأستاذ أنه هو فعلا بارع وقادر على أنه يغني المادة أنه هو اللي يقترحها وهو اللي يأسسها يبقى أحيانا قد ما يكون الأستاذ موفق بتأسيس مادة أو ما يكون قادر فاللجنة العلمية اللي بالقسم قد يتساعد ببعض التعديلات نعم أو إذا كان الموضوع واصل لها مرحلة أكبر من مستوى التعديلات يقول لا والله أستاذ إحنا راح نكلف أستاذ آخر بهذه المادة يبدو أنه جنابك مو متخصص أو يعني غير قادر أخي نحكي شوي بصراحة نكون هنا صريحين تتخيل هذا الموضوع مقبول بالثقافة العراقية أنه تأتي إلى أستاذ مثلا مثل ما تفضل الدكتور لديه الخبرة لعله تصل إلى ثلاثين أو عشرين سنة أو أربعين سنة في بعض الأحيان وتقول له هذا الكلام أنك أنت لست بمنتخصص في هذه المادة وهذا النظرية وهذا الموضوع وليس لديك الحق في تدريس هذه المادة كيف ترى بدت فعل هذا الشخص يعني صعب من الثقافة العراقية وأن يتقبل هذا النقد بهذا الشكل الصريح أنا أعتقد أنه العمل المهني بعيدا عن التقاليد وهذه الأشياء بنفس الوقت إذا هو الأستاذ ممتخصص فأكيد هو رح يقرب أنه غير متخصص وإذا كان متخصص فهو رح يرحب بأنه الدافع رح يكون دافع رصانة للمادة وللاختصاص وللطالب وهذا جزء مني اللي تفضلت به مسؤوليتنا اتجاه الطالب فأنا أعتقد أنه لن نذهب باتجاه الوزارة بكل الأشياء لأنه طريق إلى الوزارة طويل يعني الآن مني تقدم مقترح ما المفردات مادة تفضل الدكتور أنه الوزارة أنت تفضل 15% أو شي من هلنوم اليوم المقترح يروح من الأستاذ للجنة العلمية للقسم العلمي للمعاون العلمي للجامعة إلى أن يوصل للوزارة هسا أنا ما أعرف ياه من عندهم بالطريق راح يبيتش بالموضوع يقول هذا أنا برأيي والله مو صحيح في حين إحنا الأقرب الوحدة الأقرب واللي هي أنا شفت أنه بالجامعات العالمية الوحدة الأقرب والأكثر تخصصا أهمية في اتخاذ هذا النوع من القرارات هو القسم العلمي نفسه لأنه اللجنة الموجودة بالوزارة التي تتوقع بها ناس من كل الإختصاصات الموجودة بالجامعات يعني مثلا أنت تروح خلنقول أكو لجنة لإختصاصات العلمية أو لجنة لإختصاصات إنسانية تروح لجنة لإختصاصات الإنسانية بها مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إختصاصات إنسانية لو إحنا عندنا عشرات فصعب مثلا يجي واحد اختصاصه مثلا جغرافيا أو تاريخ أو لغة عربية يراجع مادة باختصاص علم النفس ويقول هاي موافق عليها أو غير ما يعني هذا القرار راح يتخذ أيضا شخص ما متخصص بينما ذا اللزنة العلمية بالقسم نفسه هي اللي اتراجع هاي المفردات واتقرها أعتقد تكون يعني أقرب للدقة وأقرب للمهنية أحسن دكتور شكرا دكتور هادي احنا نعرف أنه طبعا هذا مشكلة حقيقيا ندبنستها في بعض الجامعات العراقية أنه بسبب قدم بعض المناهج وعدم تحديهه وإضافة بعض المفردات إليه هذا يؤدي إلى تذمر أولا من قبل الإستاذ وهو يعلم أن هذه المادة مستهلكة وقديمة وغير مجدية والمشكلة الأخرى من قبل الطالب وأيضا الطالب مدرك طبعا نحن لا يصد نستهين ونستخف بقدرات الطلاب لأنه في بعض الأحيان يكونون أكثر نباهة من نفس الإستاذ وأيضا الطالب يعلم أن هذا منهج قديم وليس ذو جدوى وليس لديه مخرجات حقيقية هذا بالتالي يؤدي إلى إحباط أولا من جهة الإستاذ وثانيا من جهة الطالب وفي النهاية الإستاذ مقيد من قبل تعليمات معينة أصرتها الوزارة بعدم تغيير أي شيء من هذا المنهج إلا بمقدار 15 أو 20% إذن ما هو البديل ونحن نعلم بالتالي أن هناك إهدار للأموال وللجهود وللوقت للجميع الجهات بسبب لعله نسميها تزمت في إصدار قرارات ليس لأحد الحق في تغييرها أو تعديل عليها ما هو البديل في هذه الحالة دكتور إذن الآن شكرا دكتور أحمد الآن خلي الآن نقول ما هو البديل يعني الآن احنا ضعنا المناهج هل أنه حتى سادة المشاهدين والأخوة أصحاب الاختصاص ينتفعوا من هذا الحديث الآن هل الحل الأفضل أن يكون التدريسي هو من يضع المنهج أم الحل أن الوزارة هي من تضع المنهج أم أن اللجنة العلمية هي من تضع المنهج إذن هاي الآن ثلاث محاولات نعم يعني يبدو يبدو من خلال حوارنا الآن يكون اشتراك هذه الأضلع بشكل متساوي وتجمع بين وهكذا تعمل الوزارة في الوزارة باللجنة تمتلك هذه يعني الآن عندما القسم العلمي مثلا في علم الاجتماع موجود فيها في كلية الآداب لابد أن تكون هناك لجنة خاصة يمثل هذا الاختصاص وبالتالي من خلال الحوار مع هذه الأطراف ممكن أن نحدث المناهج والمفردات الآن حقيقة في الجامعات لا توجد لدينا مشكلة في قضية المناهج وكنت أتمنى أنه تكون هناك حلقة خاصة عن طرائق التدريس لأن الآن الفيصل في عملية إيصال الأفكار هو الآن الجامعات تعطي أفكار نعم تنير وتثور في ذهن الطالب الأستاذ يثور في ذهن الطالب المعرفة هذا التثوير يحتاج إلى أدوات لا يحتاج إلى المفردة نعم فقط يحتاج إلى أدوات هذه الأدوات هي التي لا بد أن يتسلح بها الأستاذ ليجعل من الطالب متمكنا من مادته ومن منهجه ومن تخصصه إذا التدريس يمتلك المنهج الآن يأتي بالمنهج ويعني يقرأ على طلابه أو يحاضر على طلابه هذا لا يكفي حقيقة الآن المشكلة لدينا في طريقة أو في أداء التدريس داخل القعد دراسية هذه هذه المشكلة برصدك دكتور يعني الحل البديل لهذه المشكلة أن الأستاذ يغير طريقته في تدريس وإيصال المادة ويعني إثارة بعض المشاكل في ذهن الطالب أكيد يعني الآن نحن ندخل في محاضرات كثيرة محاضراتنا يعني مثلا أدي الآن موضوع الكناية مثلا أدرس الكناية وهي مفردة موجودة مثلا الآن هل أنا أعطي الكناية كمفردة إذا كنت تدريسي بارع وأريد أن أحقق منفع على الطالب أتي بهذه المفردة وأعرفها في اللغة وفي الأصطلاح وهكذا أم لا أنا أستطيع أن أعمل تغذية راجعة من الطالب إلي أو أن أختار أفضل دراسة لهذه لهذه الكناية طيب إذن الفيصل هو الأستاذ وكيفية اختيار الطريقة المناسبة لإثارة أفكار الطلبة وليس المشكلة في المفردة أو المادة المادة هي عبارة عن موضوع عام يعني ينطلق من خلال التدريس في تخصصه يعني هذا يكون التخصص بلاغ الآن الآن ماذا أريد من طلابي الآن أنا في المرحلة مثلا ثانية أدرس الطالب ماذا أريد من طلبتي أن يتعلموا من هذه المادة نعم هناك مفردات ولكن أنا عندي حرية التنقل وحرية اختيار الأشياء التي ممكن أن ينتفع منها الطالب يعني أنا وصلت إلى مرحلة مثلا أنه في هذا الأمر قد يكون مثلا مثال محمد جبانو الكلب لا يؤدي يعني كانت مثلا يضرب هذا المثال في الكناية مثلا في العصور القديمة الآن هذا يعني يكون مثيل للطالب يعني مقزز مثلا للطالب أو كما للسادة المشاهدين وتبدأ تشرع عنه لكن عندما مثلا تأتي بمثال لبسة الشوارع الجواريب السوداء صورة لبسة الجواريب الشوارع لا تلبس الجواريب السوداء إثارة حسب الأشياء الموجودة مع العلم أنه المثال هو موجود إذن الآن أنا ماذا أريد أن أثور في ذهن الطالب هنا الفيصل يكون الأستاذ الأستاذ الجامعي هو أمام مسؤولية في اختيار مفرداته ومن ثم التفرأ واختيار المناسب للطالب أما المنهج قضية المنهج هو في الجامعات كما تفضل دكتور أحمد ليس محدد يعني ليس مقيد للأستاذ أن يبدع هو يستطيع دكتور أفهم من كلامك أنه لازم يكون لكل أستاذ بصمة خاصة في تدريس وإيصال المادة هنا رح يقودنا إلى مشكلة أخرى وحقيقة لعله أغلبية الأساتر اليوم في الجامعات العراقية يعانوا من هذه المشكلة أنه بعد قرار الوزارة بفصل دراسة صباحية عن المسائية وتعيين كادر جديد محاضرين في دراسات المسائية فرضت الوزارة أن يكون المنهج بين أستاذ الصباحي والمسائي موحد هنا رح تقودنا إلى مشكلة أخرى نعم مثل ما توضرت هذا أفضل بديل قد يكون لمشكلة المناهج أنه الأستاذ يبدع في إيصال المادة في بعض الإثارات التي يطرحها أمام الطلاب وفي بعض الواجبات والتكاليف من كتابة مقالات البحث عن بعض النظريات وبالتالي استخدامها في الامتحان النهائي هنا رح يصير تعارض بين الأستاذ المسائي وأستاذ الصباحي وبالتالي الامتحان النهائي يكون موحد لجميع الطلاب الصباحي والمسائي وهنا الضحية منه رح يكون؟ الضحية طالب عد منهج صباحي وعد منهج مسائي عد بصمة وطريقة تدريس لأستاذ الصباحي وبصمة أخرى مختلفة قد تكون تماما في الدراسة المسائية هذه مشكلة كبيرة الصراحة معضلة الآن شخصيا لما ست بين كثير من زملائي هنا شون رح نحل هذه مشكلة؟ هي حقيقة ليست مشكلة هذه الأمور تقف على رئيس القسم حقيقة الآن دائما نحن عندما نستقطب أخواننا المحاضرين في الدراسة المسائية مباشرة نعمل جلسة مع الأستاذ الآخر جيد نقول له تذهب إلى الأستاذ الفلاني هو صاحب خبرة سابقة في هذه المادة ويبدأ التحاور مع هذا الأستاذ لوضع أسس متساوية بين الدراسة الصباحية والدراسة المسائية أما القدرات ممكن أن توجه لسؤال تقول لي دكتور يعني ممكن أنه هذا الأستاذ الذي قضى عشرين سنة في التدريس يعني يساوي الأستاذ الذي يأتي يعني له سنة أو سنتين مثلا أخذ الشهادة أقول لك ليس هنا لا يعني لا لا يمكن قد يكون التدريس الآن المحاضر يؤدي أفضل من في الدراسة الصباحية قد لماذا لأن هذه قدرات التدريس حقيقة أسلوب وطريقة مختلفة تماما قد تسمع الآن نحن نراها بحكم يعني كوني كنت مدير لطرائق التدريس مركز طرائق التدريس يعني نحن نسمع الآن نأتي يعني لأول مرة أستاذ انشاهده أو محاضر انشاهده في الدورة لأول مرة يدرس نجده يتقن طريقة التدريس أفضل من حتى الأستاذ الذي هو في اللجنة هذه قدرات وهذه القدرات مرة تكون يعني فطرية يعني هو يعني هو الإنسان من فطرته هو عنده القدرة عنده ملكة وهناك ممكن تكون مكتسبة من خلال الدورات من خلال لذلك الوزارة والجامعات لا تسمح لأي محاضر أن يلقي محاضرات مسائية إلا بعد حصوله على دورة طرائق التدريس التي تستمر أكثر من شهر وصلاحية التدريس وأنا حقيقة الآن أدعو الوزارة للأخوة أصحاب القرار أنه بعض الجامعات حقيقة نقطة مهمة جدا بعض الجامعات تجعل هذه الدورة دورة طرائق التدريس لمدة أسبوع وهذا خطأ كبير جدا خطأ كبير دورة طرائق التدريس لابد أن لا تقل عن 21 يوم كما في التعليمات ومن يعطي هذه الدورة لابد أن يكون أساتذة متمرسين وأصحاب خبرة ولياقة حتى يكون التدريسي الذي يعطي محاضرة في طرائق التدريس هو إنموذج يحتذى به ويكون حاضر أمام ملكة المحاضر في تدريسه للمادة لا أن يكون التدريسي الذي يعطي محاضرات في مركز طرائق التدريس هو أسقاط فرض وأنما يجب أن يكون لديه القدرات لا لأنه هذا يعني أول نموذج يحتذى به يحتذى به من قبل المحاضر هو هذا التدريسي وبالتالي أقول أنه لا مشكل في أن تكون هناك مزاوجة بين المحاضر في الدراسة الصباحية والدراسة المسائية لإيصال معرفة قد ممكن يكون المحاضر يعطي فالشيء معين للرؤية جديدة باعتبار هو درس مناهج حديثة واتطلع على مناهج حديثة وإذا كان روح التعاون بين هذين الأستاذين سيكون هناك بدلا أن تكون كما تفضلت حالة سلبية لا تكون حالة إيجابية إذن هنا التعاون هو الأساس ولابد أن يكون هناك قرار لرئيس القسم أنت ستحاضر عندي ولكن عليك أن تذهب إلى أستاذ المادة وهو سيعطيك أشياء قد لا تعرفها وتضعون منهاجا موحدا مفردات موحدة لا أن يأتي بالصباح شيء والدراسة المسائية شيء وبالتالي تكون هناك رؤية موحدة طريقة موحدة منهج موحد لفائدة الطالب أحسن شكرا جزيلا دكتور دكتور أحمد نحن اليوم طالب صعب إقناع مثل ما نقول بسبب عدة ظروف بسبب انفتاحه على العالم بسبب اطلاعه على الكثير من الأمور التي تجري في الجامعات الأخرى اليوم لدينا بعض الطلاب يطلعون على مفردات المناهج في الجامعات الأمريكية وبدأوا يقارنون تلك المفردات مع ما يدوسنه في القاعات الدراسية وهذا قد في بعض الأحيان إذا لم أقول في كل الأحيان أن هذا يسبب إحباط بالنسبة للطالب عندما يعمل هذه المقارنة بسبب انفتاحه على الجامعات واطلاعه على هذه المفردات والمناهج الدراسية كيف ترى هذه المشكلة وكيف ترى العلاج لهذه المعضلة وإقناع الطالب لعل الدكتور هادي طرح بعض حل جميل جدا بأن يكون هو لديه لمسة في تغيير اسلوبه في طرائق تهديسي اللي نسمع الإجابة منك دكتور أحمد شكرا جزيلا هذا السؤال حقيقة احنا نبحث على هذا النوع من الطلبة اللي يبحث عن التحديث ويبحث عن الأضافة ونبحث يبحث عن يعني تطوير نفسه ويعني اكتساب المعلومة الجديدة القضية اليوم مثل ما ذكرنا قبل قليل تعتمد اعتماد كبير جدا على التخصص يعني الطالب لازم يفهم أنه الأستاذ المتخصص واللي ما أخذ شهادات عليا وما أخذ ألقاب علمية بالتخصص هو الأكثر يعني هنقول هو القائم أو هو الأكثر دراية وخبرة في اختيار المادة وفي وضع مفرداتها وأكثر دراية بالظروف اللي يتلائم المادة يبقى طالب إذا يحب يضيف المعلومات ويطور معلومات فالمجال واسع مفتوح يعني احنا اليوم سواء على مستوى الدراسات العليا والأولية والعليا بالذات يعني المجال دائما رحب وواسع للطلاب أنه يضيفون ما عندهم من معلومات سواء أثناء المحاضرة بالنقاش أو سواء أثناء الإجابة بالامتحان من يريدي يكتب موضوع يعني أفد إضافة جديدة تخص الموضوع أو أفد شيء يعني خارج المنهج ويريدي يضيفها للإجابة ما لتعزز بإجابته إحنا نرحب بهذا الشيء بالعكس يمكن ننطيب ونص يعني حتى بالبحوث اللي نطلبها من الطلاب اللي يصير دائما بخلال الكورسات أيضا المجال واسع ومفتوح وأعتقد حتى بالنسبة لطلبة الأولية أيضا أنا أحجان نفسي أرحب بهذه الأشياء إذا ما كل الأساتذة يعني يعتقدون نفس الأعتقاد لكن هنا لكن هل إحنا من الناحية المادية هل يعني جامعاتنا يعني بيها البيئة المناسبة لهذه الأشياء يعني اليوم يعني ربما يعني كررت أكثر من مرة هاي الأشياء اللي مرت بيها بالخارج يعني يعني من الابتدائية وصولا إلى أعلى فصل دراسي بالجامع ما تلقي صف دراسي ما بي هاي الوسائل اللي والصبورة الإلكترونية وهاي الوسائل اللي أحيانا الأستاذ يحتاج أنه يعني يقدم الطلب تباوربوينت مرة يستخدم فيديو مرة يستخدم فتشي تفائلي مرة يتصل يعني أحيانا بعض يسوون فيديو كونفرنس بالمؤسسات أخرى مرة مثلا أنا عندي مثلا دكتور هادي اختصاص ناغر دكتور هادي يدرس في كلية أخرى بعيدة عني لا أقدر أجيب من كلية في الوقت المعين فممكن أسوي فيديو كونفرنس أقول لك دكتور هادي أنت بمكانك بقسمك ما تحتاج تقضي وقت نص من المحاضرة نص ساعة نريد نص تضيفك نعم نحن بلشين بالمحاضرة وإذا نشتغل نتصل بالدكتور هادي بالسكايب أو شي من هالنوع ونقل له دكتور لك الهواء 15 دقيقة 20 دقيقة تنطين أضافة على هاي المادة أو تنطين إجابة على السؤال الفلاني اللي طرح أحد الطالب هاي الأشياء احنا وين على احنا الآن الانترنت طبعا في كل البيوت ماكو بيت ما بي ما بي انترنت وتقريبا حتى بالتليفونات إلا أنه في الجامعة يعني يكاد يكون غير موجود ربما أحد الإخوان يقول لا ترى موجود يعني شوف الكونكشن يعني شكت هو ضعيف وشوف الآليات اللي نشتغل بها في حين احنا اللي شفنا بالخارج الآن انت مجرد تسجلي الطالب بالكلية صار عندك اي دي معين صار عندك اي دي نمبر معين تدخل يصير عندك اكاونت انت سواء عندك جهاز او عشرة اجهزة تقدر كلها تكنك على الشبكة مع الجامعة وجودة الشبكة وسرعتها تسمح لك انه اي عملية تريد تسويها بالانترنت تقدر تسويها داونلوت فيديو كونفرنس تنزل يعني هاي اشياء اليوم احنا النت خلل كبير الوسائل هاي الاجهزة خلل يعني يعني مثلا شاشة كبيرة بالمستوى اللي احنا نقدر نستخدمها بالمحاضرة سبورة الالكترونية هاي الاشياء هاي كلها وسائل ساعد الدكتور يتحدث عن طراق التتريس هاي كلها ساعد الاستاذ انه حتى يقدم المعرفة والفائدة طبعا المختبرات المختبرات موضوع اخر يعني للتطبيق يعني الطالب يحتاج هو اكيد يعني هذه الامور التكنولوجية مساعد مهم في قضية التعليم ولكن في ظل الظروف اللي جاي نشوفها في الجامعة العلاقية قد نضطر الى استخدام اقل الامكانيات مثل ما تفضل بي دكتور هادي وهو ابداع الاستاذ نفسه هذه ضرورية جدا ولكن في ظروف اللي نعيشها راح نمجع الى الحل اللي طرح الدكتور هادي ان نكتفي بامكانية الاسلام في اثارة المشاكل والاسئلة والمقالات بين الطلاب وليكون هناك تفاعل بين الجهتين وهنا نقطع نختم هذه الحلقة بسبب انتهى الوقت وصراحة يعني كنت مستمتع بهذا الكلام من جناب الدكتور أحمد الأنصاري شكرا جزيلا لكم وكذلك بسبب ما طرحه الدكتور هادي العارضي رئيس قسم اللغة العربية في جامعة الكوفة شكرا جزيلا دكتور شكرا جزيلا لك ولكل سادة المشاهدين ولفريق العمل وكذلك الشكر موصول لكم مشاهدين الأعزاء حتى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا